قد يجد خبراء الأمن الإلكتروني أنفسهم أمام مأزق بعدما حقق فريق من شركة IBM نجاحاً من خلال ابتكار برامج للذكاء الاصطناعي تستطيع تعلم كيفية مراوغة أفضل الدفاعات. الفريق استخدم تقنية تعرف بالتعلم الآلي واستطاع تصميم برامج اختراق قادرة على التسلل عبر أشد الإجراءات الدفاعية حصانة. في حين أن أحدث الدفاعات تعتمد على فحص ما يقوم به البرنامج المهاجم بدلاً من التقنية الحالية التي تعتمد على تحليل شفرة البرنامج لرصد أي مؤشرات خطر. إلا أن برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن تدريبها بحيث تبقى خاملة حتى تصل إلى هدف محدد، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. قائد الفريق مارك ستوكلين صرح بأن هذا التطور سيكون الأكبر خلال الفترة المقبلة.